وأكد رئيس الوزراء أن ما يتم تنفيذه من شركات مع القطاع الخاص بمنطقة شرق بورسعيد هو نموذج لسعي الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يعكس فكرة لوثيقة ملكية الدولة وشدد مدبولي على أن ما يتم تنفيذه من بنية تحتية لم تكن لتنفذه أي من الشركات الخاصة بالقطاع الخاص وفقا لقدرتها إحنا كنا موجودين وإحنا بنطلق وثيقة سياسة ملكية الدولة أكدنا على أن هدفنا ورؤيتنا كدولة في الفترة القادمة هو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأعتقد اللي شفنا النهاردة هو نموذج لهذا الموضوع البنية الأساسية الضخمة اللي بتتعمل واللي اتعملت في خلال الفترة دي ما كانش فيه أي قطاع خاص قادر أن هو يعملها تحييئة الطربة عمل الطرق البنية الأساسية كهرباء اتصالات مياه الكلام ده ما يقدرش يعمله قطاع خاص ده دور الدولة لكن بمجرد ما بنقدر الدولة تعمل هذا الكلام القطاع الخاص يدخل بخبراته الكبيرة والمتخصصة يعمل المصانع ويعمل الأنشطة المختلفة اللي تمكن الدولة المصرية في النهاية من تعزيم القيمة الكبيرة من هذا الموقع العبقري ونقدر في إطار هذه النوعية من الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص نحقق عملية التنمية المتكاملة في كل ربوع مصر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر